اشتركوا في القناة كل ما يعتقده الإنسان ونحن نعلم أن عقيدتنا الإسلامية هي مستمدة من كتاب الله عز وجل ومستمدة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل أبدا كتاب الله وسنة عطانا مثل يقول المبع أنت عندما تريد أن تبحث عن الماء تبحث عن النبع وعندما تريد أن تبحث عن العقيدة عليك أن تبحث في كتاب الله عز وجل وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن ولن تفيد نفي مستقبل لن تضل أبدا كتاب الله وسنة الأهداف العامة للتربية أو الأهداف تربوي عفوا لمبحث العقيدة الإسلامية تعميق إيمانك بأسماء الله عز وجل وصفاته بيان عظمة الله تعالى من خلال صفاته وأسمائه غرس أركان الإيمان والإسلام في نفس المتعلم استنتاج أهمية الالتزام بالعقيدة الصحيحة تنقية النفس من الأوهام والخرافات تعود تعميق إيمان الطالب تعميق إيمانك بأسماء الله عز وجل وصفاته أنت عندما تسمع اسم الله عز وجل الرزاق هل تعتقد الرزق بيد الإنسان تعتقد أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى عندما تسمع قول الله عز وجل أو اسم الله عز وجل الناصر فإن النصر بيد الله عز وجل إذن يجب أن يكون إيمانك قوي وثقتك عمياء باسم الله عز وجل اسم الكريم الرحمن الرحيم الملك القدوس تمام؟ عليك أن تطبق كلام الله عز وجل أيضاً أن تغرس أركان الإيمان والإسلام ونحن نعلم أن أركان الإيمان هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر وأركان الإسلام أن تنطق بالشهادتين وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلاً وأيضاً تنقي نفسك من الأوهام والخرافات خاصة في مجتمعاتنا نرى الكثير من يذهب إلى السحر والشعوذة ومنهم للأسف 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 يعني منتشر جداً جداً هؤلاء الذين يستمعون إلى الأبراج وإلى غيرها من هذه الخرافات والأوهام سبحان الله ويتركون العقيدة والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الطير وحذرنا من الأوهام التي يتحدث فيها السحراء والمشعوذين إذن ما هو الهدف الرئيسي للعقيدة أن تقوي إيمانك بالله عز وجل أن تؤمن بصفات الله عز وجل وأن تلتزم بما فرضه الله عز وجل وأن تبتعد عن الأوهام وعن الخرافات طيب ما هو السؤال في الامتحان؟ سؤال الامتحان بالنسبة للعقيدة الإسلامية يأتي سؤال قد يأتي إختار إجابة صحيحة قد يأتي أجب بصح أو خطأ قد يأتي سؤال عرف مثل العقيدة عرف الإيمان عرف الإسلام تمام؟ هذا كل موجود في منهاجكم إن شاء الله في الصف التاسع هذه الصورة تعبر عن صلاة معناها القسم القادم ما هو؟ القسم العبادات طيب العبادات هي أكثر قسم يرافقنا في حياتنا يعني الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج كل هذه الأشياء موجودة في حياتنا اليومية يعني هذا التوضع الطهارة، الجنابة، الحيض، النفساء، الصلاة طيب في العبادة على سبيل المثال دخل رجل المسجد فوجد الإمام يصليه في الركعة الثانية ماذا يفعل؟ طيب أخطأ الإمام وأنت تصلي ماذا تفعل؟ أخطأت أنت في الصلاة، شككت في صلاة، كنت صليت أثنتين أم ثلاث أم أربع أم خمسة ماذا تفعل؟ علينا أن نعلم العبادات والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث؟ يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فما هي الأهداف التربوية لبحث العبادات؟ أولا أن نثبت العقيدة الإسلامية مع توثيق الصلاة بالله تعالى وذلك بالممارسة العملية للعبادة يعني طيب أنا مؤمن يأتي أحدهم بيقول لك أنا مؤمن في القلب ما في داعي صلي طيب كيف ما بدأت تصلي وأنت مؤمن وأنت تعلم أنك لن تدخل الجنة إلى أداطة الله عز وجل كما يقول الشاعر إن المحب لمن أحب مطيع إن المحب لمن أحب مطيع فبتالي أحببت الله عز وجل وأمنت بوجودي فلابد من أن تلتزم أمر الله عز وجل إذن هناك ارتباط وثيق ارتباط وثيق بين العقيدة وبين العبادات العقيدة في القلب والعبادات جوارح عمل وبالتالي لا ينفك أحد معنى الآخر يعني عقيدة بدون عبادات هي ناقصة وبالتالي هذا الإنسان غير كامل الإيمان طيب يصلي ويصوم ولا يؤمن بالله عز وجل إذن صلاة وصيام وباطلة وبالتالي فهناك ارتباط وثيق عقيدة عبادة إذن الهدف من بحث العبادات أن تقوي الصلة تثبت الصلة بين العقيدة وبين العبادة اتنين أن نتبصر بأهمية الجانب العملي في الدين المتمثل في العبادات يعني واحد كما ذكرنا ما بيصلي يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أريحنا بها يا بلاد وكل ياتكم بتقولوا الحمد لله صليت الظهر ارتحت ارتحت مورتحت من الصلاة إنما ارتحت بالصلاة ارتحت نفسيتك ارتحت لأنك صليت والذي يلتزم أمور الصلاة يلتزم الصلاة لو اترك وقتا ولو ناسيا يجد أنه قد حمل هما في قلبه ثلاثة أن نعرف جميع العبادات وشروطها وأحكامها أنت تصلي فبالتالي لا بدك أن تعرف ما هي شروط الصلاة من الطهارة وطهارة المكان واستقبال القبلة وبالتالي أيضا شروط أو أحكام أو فرائض الصلاة أركان الصلاة كتكبيرة الإحراء النية أولا وتكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود والإطمانان وغيرها وأن تعرف أحكامها أن تعرف ما هي الهيئات وما هي الأبعاد وما هي السنان وما هي الأركان هذه كلها واجب طلب العلم فريضة طلب العلم الشرعي فريضة يعني مسلم ولا يصلي مسلم لا يعرف إذا أخطأ في صلاته ماذا يفعل يعني هذا حقيقة قد يكون عقدة نقص بنا نحن المسلمون أننا تخلينا حقيقة عن عباداتنا ابتعدنا عن ديننا وبالتالي قد سقط منا الكثير أيضا التدرب على أداء العبادة وتصبح جزءا من سلوكنا وواجب علينا يعني لا بد أن تتدرب على هذه العبادة أن لا تتركها إلا لعذر ولضرف قد أباحه الله عز وجل لك أيضا أن تكتسب الفضائل والآداب كالطاعة والنظافة وأن تصحح ما كان خاطئا من المعاملات والعبادات والأخلاق أن تصحح هدف رائع جدا أن تصحح يعني صحح مسارك كلنا نعلم أن من يمشي في الطريق الخطأ سيصل إلى طريق مزدود أو يقع في حفرة أما من يسلك الطريق الصحيح يصل إلى بر الأمان يصل إلى بر الأمان فأنت على سبيل المثال الطالب إذا أمضى السنة كلها على الجوال لا دراسة وأمضى الوقت كله في تضيع الوقت عند الامتحان أكيد يعني غالبا سيرسب وإن أمضى وقته وسلك الطريق الصحيح في دراسة والمنهج الصحيح بالتالي سينجح في نهاية هذا الامتحان إذن ما هي الأهداف التربوية لبحث للعبادات أن تعرف عباداتك فرائضك شروطها أحكامها وإلى ذلك طيب ما السؤال الذي يأتي في الامتحان كسؤال العقيدة يأتي أجب بصحة أو خطأ املأ الفراغات ممكن قد يأتي اختر إجابة صحيحة وقد يأتي سؤال مثلا عسبي المثال عدد أركان الصلاة مثلا إذا كان في بحث الصلاة أو غيرها ترجمة نانسي قنقر